اه قبل ما نبتدي نتكلم نشوف كده مداخلة مع احمد الشيخ صاحب الهدف الرابع يا بحمد مبروك عليك اه الهدف مبروك عليك اه تلات نقاط مبروك عليكم المركز التاني مبروك على كل حاجة حلوة انت بتعملها مع فرقة مصر المقصة بصراحة دلوقتي احمد ليه دايما كده بنحس ان انت ما بتضيع فرصة او بتضيع ضربة جزاء بحس انك زعلان اوي وشايل الدنيا كلها فوق راسك العملية ابسط من كده بكتير والله يا جسل طبعا ما كانش فيه توصيق او في الضربة كبيرة لبعد بس انا انا من consumed io الي انا يعني انا انا قبل ما جبت في مثل مثلية سنيده جاء علي يعني عليها بغوصات الكثيرة جدا ان انا لازم اتزبط نفسي حبك طبعا انت عارف انا م spelling اتزبط قطعب اللي ان اجبتش كلم اشارت اه تم إساهم كله تقريبا بطبيعي الواحد اه بعد المرحلة دي لازم يذبط نفسه Bas Dom ده انا شخصين انا لازم ارجع احسن من الاول فانا يعني شابتن بيتكلم معايا لانا علي اتحمل كتير اول مع اللعيبة طبعا الموجودة لازم تعمل شكل كويس بالسرقة لازم تحقق مركب كويس دوري ان شاء الله ربنا يكسلناها في اللجاي فطبيعي اجابت ان لازم الواحد يبز علاني وازم الواحد يدعم الجاي بس فلاص يعني الحاجة تبز على الاف وقتها وفلاص بفكر في اللجاي وده الحمد لله حسن انظهر لي بعض درجة الجزاء طبعا حرابت ربنا والحمد لله ربنا قرأ من واحد لان واحد يتعب ده بالله وربنا يعني لان واحد يتعب سيء وبيفتاد سيء لا طبعا احنا شوفناك حتى بعد ضربة الجزاء وحتى قبل احراز الهدف حاولت في الكرة اللي قبلها اللي انت دخلته ورقصته وحطيتها ولكن عايز كنا بنسأل في الاستوديو عن سقف الطموح بتاع لعيبة مصر المقصة سقف طموحك وصل لحد فين السنة دي يا احمد هل مجرد ان انت بتاخد مركز تاني تالت تشارك في بطولة افريقية ولا هل ممكن يكون انتو فاكرين ان انتو حطين في دماجه انتو حتاخدوا الدوري عايزين ناخد بطولة عايزين ناخد دوري كاس بطولة الدوري بشكل عام تحتاج بقى تحتاج جمهورية تحتاج مستندة اعلامية تحتاج حاجات كتيرة جدا لكن احنا التلعيبة ومع الجهاز الثاني الموجودة مع مجلد التدارة بننزل اي مباراة بنلعابها اهم حاجات كافة بل وده الحمد والله اللي ماذا احدي بالشكل المنتہز ده اه يعني انشاء الله انشاء الله انشاء الله بت 62 مخدمت النار المركز التي احنا فيه نفس جدا الثاني اه اه تسديني دافع علينا طبعا لانلعب انشاء الله اه على խ şey و learn اه اعتقد هايبقى arosena be mowania with scul man ان شاء الله بإذن الله يعني ادرنا لاننفس على الدوري هm اية دوري انشاء الله نحاول نحاول انشاء الله لا وانت يا احمد كلنا بصراحة مقدرين مجهودك اللي انت بتقوم به يا احمد الشيخ تسع اهداف تلاتة اسست اتناشر جون مساهم فيهم بنسبة واحد واربعين في المية من الشغل الهجومي لفرقة مصر المقصة ولكن كان الكابتن عبد الحليم علي كان عايز يسألك على حاجة يا احمد لو سمرت احمد مبروك لك والمقصة والكابتن هاب والمجلس دارتك ومبروك للعيبة اداء جيد واداء محترم سبات في الاداء بنبرك لك اولا على الفوز النهاردة وعالتاتة بونت وزي ما انتم في مكانكم في المنافسة اببرك لك على اداءك اداءك وكلامك وحسسك انت واحد فيهم بالضبط انت مش مطلوب منك انك تجيب هدف بس بيجيب هدف وبتصنع هدف في كلامك فيه توضعه وفيه عندك هدف كبير انت بتسعاله ما تلهش مش عايزك تزعل لما بتدعي عضرباتك جزاء ولا بتدعي عهدف دي مش عادتك انت بسم الله ما شاء الله بتعمل حت دفاعية بتنزل آآ نص ملعبك بتساعد زميلك آآ انت ليدر في الملعب مع الكابتن هاني فبالتالي عندك ده عندك ده كل ما تلقش انت لسه صغير لسه قدامك بسم الله ما شاء الله العمر طويل يعني انما للوصول اللي انت فيه دوت ده حاجة تحترم المعادل التهديف ده حاجة تحترم الاساسة اللي انت بتعمله توضعك مع زميلك ومع عجازك دي حاجة هتعليك اكتر مش مش هتقلل منك فما تقلعش انك ده يعطي ده اربعة او اتنين او تلاتة او عشرة مش دي قضية ربنا وفاق ويديك آآ قدي كده من اليوم مرة ان شاء الله يعني حاجة كبيرة جدا حاجة من كلام حدك ده يعني كون راسي شرف بالدية حدك تتسلم علي بالساك ده ويديني ده فان شاء الله الخطر اللي جاي بواحد آآ يتوضع اكثر يا كاب اكثر وفيه جرب هنا يتوضع احمد احمد اخيرا قبل ما تقفل يا احمد عايز اسألك على حجم الضغوط اللي انت عشتها بعد مطش الاهل ومصر المقصة والناس اللي قالت لك ده ضياحة قاصد ده قاصدي ضياحة ده زيعة لما جات له ضربة جزاء الحاجات دي كلها انت تعملت معاها ازاي? والله جبت ان انا رحت عادت في البيت وقفلت الموبايل وقفلت وريحت الماقي وما مراكزش في اي حاجة والله يا كبت. هو بس كل يعني انا انا خلاص انا نسيت لضربة الجبهة بس كنت مفكرة على مبانز الشارع. يعني الناس الاهلوية بيفرحانين طبعا الناس الطوية اه بيعدبوني بشكل محترم جدا. بس طبعا ما ديش حاجة يا كبت بقولي يا رب تعيزني يعني. اي حاجة بيغماني ان هو يجيب اه حسنا في الهدف الناد الاهلي. اه مستمش في توفيه. لكن طبعا الحمد لله يعني انا يعني بعرف الحمد لله انا بعرف فقط صويس ازاي. مع طبعا مع كبت النهاب هنا يعني تعامل معايا بشكل محترم جدا. يعني اجبتم اه حتى كمان قل لي انت نضيعت برضو لو جاب انساء الله. والنهاردة برضو بعد ما ضيعت. جابت نعرفاته وقال لي لو جاب دربة الجزاء كان انت نضيعت. فدي اجبتم دي حاجة يعني نفسيا يتقل الواحد يتقلع كل اللي عنده. طبيعي يعني طبيعي اه الحب اللي موجود في الترقة ما بين اللعيبة وبين الدهاز ومجلس الهدارة. ده مش منطره يعني الحمد لله. طب دلوقتي يا احمد احنا سمعنا ان النادي الاهلي ابتدى يتكلم و ويسأل اتحاد ساكورة عن مضى قانونية رجوع احمد الشيخ للفريق في يناير. تعرف اي знаете الموضوع ده? وハل احمد الشيخ فعلا راجع النادي الاهلي? زي ما انا متأكد ان انت راجع النادي الاهلي? والله يا اجبتم يعني انا موجود بصفة بводة نيفت اه انا معرفش اللي توايح ببط اسر من الضبط النادي النادي الاهلي قلت ترق вниз يعني حاجةですها ايا و اه والحمد الذي ده ما بعض الواحد اه 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 هتعمل ايه بس بس يناير ده انا ارجع. والله يا كابتن مجدى الكابتن مجدى عبدالغاني كان قال تجيز. اه يبقى طبعا ده تبقى راجع للمصر مقاصة طبعا. انا لازم نحك دمت. دي اللي انا فيه. اه هو في الاول في الاخر السرارة ايه بديده. احمد الشيخ اه كل التوفيق يعني